السعودية المثيرة للجبل ساز القحتاني في ذمة الله آخر ظهور لها قبل الحادث الأليم بلحظات تصدر خبر وفاة مشهورة سنابشات السعودية ساز القحتاني الترنت خلال الساعات الماضية عن عمر الناهز الاثنين والعشرين عاما بعدما تعرضت لحادث سير مروري أليم أدى إلى وفاتها فورا متأثرة بجروحها على طريق العروبة في الرياض كما كشف العديد من المتابعين أن القحتاني لم تكن لوحدها في السيارة مؤكدين أن المشهور شاهر الشيباني كان معها في المقابل ناع السعودي مشعل خلف صديقته عبر حسابه الخاص في سنابشات قائلا البقاء لله انتقلت إلى رحمة الله ساز الله يرحمها ويخفر لها وأكد الخبر ماجد الاعتابي أحد أصدقاء ساز وبعد انتشار الخبر وتأكيده بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صورها عبر صفحاتهم معبرين عن حزنهم الشديد لرحيلها وتداولوا آخر صورة لها كانت قد شاركتها القحتاني مع متابعيها عبر حسابها الخاص كما تداول ناشطون على تويتر مقطع فيديو تظهر فيه السيارة وقد اشتعلت فيها النار تماما وبدأ هاشتاغ ساز القحتاني يتصاعد في تويتر وسط تبادل للمعلومات حول وفاة المشهورة وأسبابها وملابسات ما حصل